الحمد لله وإياك نعبد وإياك نستعين إدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وإهل المغطوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً من صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمهنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربه ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلاً ما تذكرون وقم من قبلة أهلكناها فجاء بكسنا بياتاً أهم قالوا فما كان دعوانهم إذ جاءهم بكسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصاً عليهم بعلم وما كنا غالبين والوزن يوم الجن الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هو المفحون ومن خففت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكنا لكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معاش قليلاً ما تشترون ولقد خلقناكم ثم شررناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك أن لا تسجد إيه أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من ناره وخلقته من مطين قال فاهبق منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فأرج إنك من الصابرين قال أنوظرني إلى يوم يبعرون قال إنك من المنظرين قال فبما أبعيتني لأبعدن لهم صراطك المستقيم ثم ناتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن ألمائهم وعن شمالهم وعن شمالهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال أرج إنها مههوما منعورا لمن تبعك منهم لأن جهنم منكم أجمعين وهذا مسكن أمرت وزوجك الجنة فتلا من حيث شئتما ولا تقرباها بالشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهم الشيطان يودي لهما ما ويعوما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكا أو تكون من الخالدين وقال سمعما إني لكما لمن الناصرين فدلناهما بحرور فلما ذاق الشجرة فدت لهما زوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ونادهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما أن الشيطان لكما عدل مبين الله سمع الله لمن حميده الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وإن المغضوب عليهم والطالين آمين آمين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال ابقوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقروا ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليهم إباسي ورسوآتكم وريشا وإباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يغتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء الذين لا يبينون وإذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا أمر بالفحشة أدعونون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأعلموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوا المخلصين له الدين كما بدأهم تعودون فريقا هدا وفريقا حق عليهم طلال إنهم اتخذوا الشياطين أولياء إن دون الله ويحسبون أنهم اكتدون سمعوا الله من حمدت الله أكبر 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 اشتركوا في القناة الله أكبر 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله